ايه بقى حكاية الرضا دي بقى؟ تعالوا نشوف مهارة الرضا دي ازاي تجعل الزواج يدوم نسمع الاول حضرة النبي هو بيقول لنا لا فرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا راضي منها الاخر طيب يعني ايه يا حضرة النبي ان في مهارة اساسية في الجواز اسمها مهارة الرضا عايز اقول لكم حاجة واحفظوا عني مفيش جواز بيدوم من غير رضا مفيش جواز بيدوم من غير رضا وكل الناس اللي سمعيني عارفين انا بقول ايه بيقول يعني ايه مفيش جواز بيدوم من غير رضا لان الجواز اصلا مبني على ان الناس جايين من اماكن شتى ويعيشوا مع بعض عيشوا حياة كاملة بدل عيشوا مع حياة كاملة الحياة اصلا عشان تستمر محتاجة رضا فلما يعيشوا بتفاصيل الحياة هو لازم يبقى فيه توافق ثقافي وتوافق جسدي وتوافق عقلي وتوافق عاطفي فمفيش حد ابدا هيكون بيرفكت هيكون تمام هيكون مثالي في كل ده فعشان الحاجات دي ترتقي لازم يبقى فيه رضا والرضا دي على فكرة زي ما هي قيمة الرضا الزواجي ده زي ما هو قيمة الرضا الزواجي كمان هو ايه مهارة تعالوا انا اتفقنا على ان احنا هنحاول بقدر الامكان الحاجات المهمة نشتغل منها على ان هي مهارات يعني ايه مهارات تعالوا نشوف بما ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الجواز لازم مهارة اساسية فيه مهارة الرضا تعالوا نشوف الرضا تلات حروف الره والضاد والالف طب يعني ايه مهارة بقى الرضا تلات حاجات تلات صفات اللي فيه تلات صفات دي يتبقى عنده مهارة الرضا الزواجي ايه مهارة الرضا الزواجي اول حاجة الره الره رؤية محاسن شريك الحياة ان انت عشان تكون راضي لازم تشوف محاسن شركة الحياة حضرت النبي اللي قال لنا إذا كاريها منها وخلقها راضية منها الآخر فلازم تشوف محاسن شركة الحياة وده تمرين لازم تعمله كل يوم لازم هي تعمله ولازم هو يعمله إذا ما عملناش كده مش هيحصل لنا الرضا نفضل ما بنعملش غير عكس كده وبعد كده إيه اللي حاصل بعد كده نقوله إحنا ليه مش راضيين يبقى أول حاجة الرضا شوف سيدنا عمر لما قال له الراجل شوف بقى سيدنا عمر سيدنا عمر اللي مش هيسمح لحد ينال من كرمته ولا يدوس عليها ولا يهزأه فالراجل جيه يشتكي له من إن مراته بترفع صوتها عليه جيه عند الباب لأ مراته ورفع صوتها زوجة سيدنا عمر رفع صوتها عليه فرح مشي خلاص أنا جايش تكي في إيه فولا حد بيخبط وبعدين ميشي رح يجاري وراء قال له أنت كنت بتخبط كنت عايز إيه فمش هيقدر يكذب على سيدنا عمر قال له الله إنا كنت جايبة شتكي لك من إن مراته بترفع صوتها عليك إذا جيت لقيت مراتك بترفع صوتها عليك قال له لأ ما هي إنها تربي ولدي وترفق ثوبي وتراعي بيتي فذكر المحاسن اللي عندها يبقى إيه اللي حاصل يبقى إحنا لازم نفهم إن الراء دي اللي هي رؤية محاسن شريك الحياة مهمة جدا 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 طيب الضاد الضاد هو غض البصر عن مساويه فإحنا لازم نتعود إن إحنا نغض بصرنا عن مساوي شريك الحياة يعني إيه لازم كل ما إحنا نشوف كده لازم نغض البصر عن مساوي شريك الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المؤمن عن السيدة عايشة قلت له والله لا أعلم علي إلا كل خير إلا أنها تنام حتى يأتي الدائج فيأكله وإيه خبيزها فحضرت النبي ما كانش عارف حضرت النبي كان بيجي رجع على عندكم من طعام ليس عندنا من طعام إذن إني صائم فهو عارف عارف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول إيه يسألوا عن أحب الناس يقول عائشة إيه فرسول الله سأل معلمنا إن إحنا نغض البصر عن إيه عن المساوي الألف بقى اللي في الرضا استثمار بقى المحاسن في ناس فهمة إن أنت عشان تبقى راضي خلاص أنت شايف محاسن شريك الحياة وشايف مساويه وخلاص ومشى الدنيا لا لازم تستثمر محاسن شريك الحياة لما تستثمر محاسن شريك الحياة بقى أنت راضي الرضا مش معنى سلبي الرضا معنى إيجابي يطور الحياة ويخلينا ننضج الرضا باب من أبواب النضوج الزواجي فاللي راضي في حياته الزوجية بينضج بينضج ليه عارف إن هي حسنة التدبير فيعمل إيه فياخد حسن التدبير ده ويقول لها إيه رأيك ما تيجي نجلس جلسة نتكلم فيها عن المستقبل والسعادة فيسمع أفكارها فيزداد حبها في قلبه هي عارفة إنه هو شخص جدع فتقول له طب أعمل إيه يقول لها ملكيش دعو فيبتدي يكلمها يعوده جلسة يتكلم فيها على إزاي هو هيقوم بمسنددة آه ده حاجة حلوة قوي لكن لما نيجي نبص نلاقي واحدة مش قادرة تستثمر جدعانة جزها فبيجي له الطرف الثالث اللي واقف بره يستثمر ده ويحسسه إنه هو محتاج له فيحصل فيحصل محزور أو واحد مش شايف إن مراته عندها صفات فبرضو الطرف الثالث يحصل يتواصل معه ويحصل محزور يبقى اللي حصل اللي واقفة إيه الرضا رؤية محاسن شريك الحياة غض البصر عن مساوي ثالث حاجة استثمار ما فيه من المحاسن طب نعمل ده إزاي أنا أقول لكم أربع إجراءات ممكن نوصل بيها إلى هذا الأمر أول حاجة التوقف الدائم عن الانتقاد ممنوع الانتقاد أو الإجراء ممنوع الانتقاد خالص اللي عايز يكون راضي عن شريك الحياة يتوقف عن الانتقاد بس أنا شايف حاجة وحشة آه فكر فيه الأخطاء بالحلول يعني أنت مثلا شايف إن هي مقصرة في إن هي تفهم أولادها بعض الأشياء اللي محتاجينها في الوقت ده زي إنهم يحظروا مثلا إنهم يقرنوا ما بين نفسهم ما بين الآخرين في المدرسة أو بينهم وبين الآخرين في بيئات متعددة فتعمل إيه فتتكلم معها تقول لها إيه إيه رأيك إحنا في الفترة دي الأولاد بيحتاجوا إن إحنا نكلمهم عن الموضوع ده في رأيك إيه أحسن طريقة إن إحنا نعلموا الموضوع ده فيعمل إيه فيطرح سؤال ما ينتقتش يبقى لا للانتقادات اطرحوا أسئلة واطرحوا أسئلة حقية واتكلموا بشكل مفتوح بشكل مفتوح يعني إيه اقبلوا كل الأفكار ونقشوها يبقى أول حاجة لا للانتقاد تاني حاجة إذا أردت أن توجه أو أردت أن تفتح الباب لتحسين شيء اعمل إيه اطرح سؤال واطرح سؤال حقيقي لأن على فكرة ممكن يكون عندها هي وجهة نظر وإنت مش ملتفت إليها يبقى أول حاجة لا للانتقاد تاني حاجة اطرح الأسئلة الحاجة الثالثة والمهمة جدا جدا عشان الرضا إياكم عندما اسمحوا لشريك الحياة أنه يتكلم عن نفسه يتكلم عن أحلام ويتكلم عن أفكار ويتكلم عن السعادة وإياكم وهو بيكلم شريك الحياة عن نفسه أن أنتوا توقفوه أو أن كنتوا تجيبوا بعض الأفكار اللي في إزهانكم وتنزلوها على كلامه سيبوه يتكلم ساعات شركاء الحياة بيحلوه لما يتكلموا سيبوهم يتكلموا حتى عن نفسهم وفترة الكلام عن النفس دي كلام مقدس فسيبوهم يتكلموا عن نفسهم هيتكلموا عن أحلامهم هيتكلموا عن أفكارهم وهتلاقوا حاجات كثيرة ممكن تبصوا عليها وتاخدوا منها المنافع الحاجة اللي بعد كده بقى والمهمة إنه لما يتكلم دايماً دور على المشترك بينك وبينه وابني عليه مش دور على فكرة جديدة غير فكرته ابني على فكرته يعني مثلاً هي قالتلك إحنا بنتمنى جداً جداً إن أولادنا ما يكونوش شبهنا لكن يكونوا أولادنا عندهم حرية في الكلام وحرية في التعبير قول له وانت رأيك إيه نعمل إيه تقول لك إحنا محتاجين نتكلم معهم أكتر يقول لها مناسب أو الكلام ده طب إيه رأيك نتكلم معهم بشكل دوري يومي ولا أسبوعي ولا نعمل جلسة أو إيه الموضوعات اللي إحنا ممكن نكلم عليها كده هتجد مع الوقت أنت بقى فيك جزء من شريك حياتك وشريك حياتك حس إن أنت جزء في حياته ما يقدرش يستغن عنه آخر حاجة إحنا ممكن نعملها دايماً لما نليقي شريك حياتنا عنده شيء ندعو له بظاهر الغيب إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلبه عن هذا الشيء وكمان نفكر إزاي ممكن نوجد له بديل ونقدم له البديل دوت على إنه طرح ممكن يستخدمه عشان يبقى سعيد الرضا يا سادة في الحياة الزوجية كثير من كثير السعادة ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الرضا ويجعلنا دايماً من أهل الرضا اللي يفتح عليهم أبواب النعيم في الأولى قبل الآخرة ويهون عليهم القضى ويتلطف عليهم في كل ما مضى والله سبحانه وتعالى يجعلنا دائماً يفتح لنا أبواب السعادة وأبواب الراحة وانشراح الصدر والسعة يا رب اجعلنا من أهل الرضا حتى نكون من أهل السعة والتيسير والسعادة يا رب العالمين